تتبقى زبين عيركين استثناءات وانفلاتات غير مقبولة وتخرج عن السياق الرياضي أليس كذلك عبد الفتاح مومن إذن شغب الرياضي كانت صور صادمة خارج السياق الرياضي أو الروح الرياضية أكيد أنه اليوم هؤلاء الأشخاص الذين يتابعون في أحداث الشغب يتابعون بناء على واحد الإطار تشريعي قانون الشغب الرياضي ليجاء في السياق معين نعم سنة قانون الشغب الرياضي وجاء نتيجة تراكم مجموعة من الأحداث الرياضية أو الأحداث الغير الرياضية التي عرفتها مختلف الميادين الرياضية إذن مرت ظاهرة شغب الملاعب بالمغرب بثلاث مراحل كبرى الأولى تجلت في اعتداء المشجعين على اللاعبين والحكام بالسب والقدفي وأحيانا حتى بالضرب بالقارورات والحجرة أما المرحلة الثانية هي الاشتباكات بين مشجعي الفرقي المتبارية داخل الملاعب أما المرحلة الثالثة وهي الأكثر خطورة في شهدت نقل المشجعين شجارتهم ومشدتهم إلى خارج أسوار الملاعب حتى أصرحت أيام الأسبوع سناء هي مشوبة بالسواد هناك الخميس الأسود بالبيضاء والسبت الأسود بمراقش وأخيرا الأحد الأسود بين الجيش الملكي والمغرب الفاسي تطور أشكال وأنماط الشغب سواء قبل أو أثناء أو بعد المباريات ودخول مواقع التواصل الاجتماعي كآدات لشحن الجماهير والتجيش الشبان والقاصرين وكذلك دخول بعض الإطراءات الفرق في سراعات ثنائية أضحى مع كل لقاء وفرصة الانتقام لذلك سجلت حالات الوفاة عشرات المرات بملاعبين الوطنية والغريب أن الشغب والقتل أصبح حتى بين جماهير نفس الفرق لذلك تدخل المشاريع لإصدار قانون خاص بمحاربة أو مواجهة العنف الرياضي سواء أثناء مشاهدة الملاعب أو حتى أثناء البتل فازين المحاربة ما يقع من عنف أحيانا بالمقاهي والفضاءات العامة لذلك صدر القانون رقم 0909 سنة 2012 إذن بناء على هذا قانون قانون الشغب الرياضي ما هي العقوبات التي تواجه كل من ثبت تورطه في أحداث شغب مماثلة القانون 0909 حاولت الطرق لأغلب حالات الشغب التي تقع سواء أثناء المقابلات أو داخل فضاء اللعب أو أثناء أو كذلك لذلك هناك عقوبات حبسية وغرامات ماريا يعقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرام من 1200 إلى 20 ألف درهم كل من ساهم في إحداث أعمال عنف ترتب عنها موت أحد الأشخاص ويحاكب بالحبس من شهر من ثلاث أشهر إلى سنتين وغرام من 1200 درهم إلى عشرة ألف درهم فقط كل من ساهم في أعمال العنف ونتج عنها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف والإداء والحبس ومن ثلاث أشهر إلى سنة وغرام من 1200 إلى عشرة ألف درهم أو بإحداثين العقوبة فقط وتتبق على كل من ساهم في أعمال العنف نتج عنها إلحاق أدرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة أو مملكة للغير مع مضاعفة العقوبة بالنسبة للمحردين والمدبرين والحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرام من 1200 إلى عشرة ألف درهم على كل من حرد على التمييز العنصري أو الكراهية بواسطة خطبين أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو ملحوتات أو بأي وسيلة أخرى مع مضاعفة العقوبة طبعا منسبة للمحردين والمدبرين هذا ما يقوله النص القانوني أو الإطار التشريعي لكن تبقى في نهاية الأمر هي اللعبة تحتمل الربح كما تحتمل الخسارة وهنا تتفق معي عبد الفتح مومن أنه مشي بحد الجانب القانوني الذي يمكن أن يقف في وجه شغب الملاعب ما هي الآليات الأخرى الممكنة ولو كنا داخل قليمة القانون نعم هناك آليات متعددة هناك آليات اجتماعية اقتصادية ممكن تنشئ أي ممكن مجموعة من الآليات ولكن هناك كذلك آليات مواكبة يجب أن توفر من أجل حسن تطبيق مشروع قانون أو مشروع محاربة عنف الملاعب هي نماذج فقط لعقوبات يعني من أن العقوبات الغير والدة في القانون فتحال على القانون 09 القانون الجنائي كما وقع مع المتابعين في أحداث الأحد الماضي حيث يحاكمون عن ارتكاب أعمال الشغب المرتبطة بالرياضة وحيازات الأسلحة البيضاء والسكر العلاني البيين والتراشخ بالحجارة المقلوب بإلحاق خسائر مادية من ممتلكات خاصة وعامة وإذ رمنا ورمي المواد الحارقة يجب استهر على تطبيق القانون بالحزم والصرام اللازماتين بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف وتفعيل المخصديات الججرية ولسيما في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي من حضور المباريات مع إمكانية إجبارهم على ملازمة محل إقامتهم أثناء إجراء المباريات يجب استكمال إجراءات سنة كذلك تجهيز الملاعب الرياضي التي تستقبل مباريات البطول احترافية بوسائل مراقبة التكنولوجية كاميرات المراقبة ومراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية تحديد نظام باعتداكل تساعد على تنفيذ البروتوكولات الأمنية يجب كذلك منع تنقل الجماعي للجماعي الخارج العمالة والأقلية في حالة إذا ما تبين أن هذا التنقل من شأن تشكيل تهديد الأمن العام ومنع القاصرين الغير مرافقين من الولوج للملاعب الرياضية والحزن في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق الأندية التي يتسبب الجمهور في أعمال الشغل مما في ذلك إجراء مباريات دون جمهور مع الحرص طبعا سنة على الإنصاط لهؤلاء الأشخاص ربما قد تكون هناك أشياء مساعدة على تجييش الجماهر خصوصا ما نره اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في بعض المنابر الإعلامية شكرا لك عبد الفتاح مومن على كل هذه الإضاحات وإلى الأربعاء المقبل إن شاء الله